اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة وما تشهده الشراكة بين البلدين من نمو في كافة المجالات منوها سموه بأهمية مواصلة العمل على تعزيزها والدفع بها نحو أفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة معاليا السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة حيث نوه سموه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه العمل وتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمر على كافة الأصعدة وذلك بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين وتم استعراض مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك